ازايوك ياولاد يا رب تكونوا بخير الدرس النهاردة درس واحد وتساين الدرس ده بيتكلم على الجامعة والطرح يعني بيربط الاتنين مع بعض وبيوريني العلاقة بينهم ايه ويا ترى الطرح بيأثر في عملية الجامعة او الجامعة بيأثر في الطرح ويا ترى مرتبطين ببعض ولا لا هنشوف الكلام ده مع بعض جايبلي هنا في اول هو رسيمني الرسمة زي بيت اول بيت عندي جايبلي ثلاث بطاقات بطاقة صفرة وبطاقة خضرة وبطاقة زرقة كل بطاقة من دول المفروض يبقى فيها رقم طيب احنا عندنا هنختار بطاقة من البطاقات دي هنشوف الاركام اللي معانت يعني البطاقة الصفرة عندي رقم خمسة يعني احطه في الخانة دي رقم خمسة وعندي في البطاقة اللي هي الزرقة الثلاثة يعني احطه في الخانة الزرقة ثلاثة وفي البطاقة الخضرة ثمانية طيب من غير حاجة كده احنا نفهم ايه من البطاقات دي انا عندي خمسة وعندي ثلاثة وعندي ثمانية ايه ده؟ ده مجموع الخمسة والثلاثة بيديني الثمانية طيب هو انا لو خدت من الثمانية دي ثلاثة يتبقى خمسة طيب لو خدت من الثمانية خمسة هيتبقى ثلاثة هنشوف الكلام ده هيحسب ازاي يعني اول مسألة مثلا جايب لي هنا هنحط خانة خمسة زائد ثلاثة سيطلع لي الناتج هنا كامل الثمانية بتاعتي طيب لو حطت ثلاثة زائد خمسة انا دلوقتي عكست الاركام هتطلع هي هي الثمانية برضو ايه ده؟ يعني الخمسة زائد الثلاثة هي هي الثلاثة زائد خمسة؟ اه طب ايه الطرح ده؟ هنا في الطرح بيوريني ان انا الثمانية لما اخد منها الثلاثة هيتبقى خمسة طب نفس الثمانية دي هاخد منها المرة دي كام هاخد منها خمسه بتبقى معي كام وتبقى معي التلاته يبقى انا هنا معنى ايه انه بيقوللي التمانية دي هي عبارة عن مجموع الخمسه زائد التلاته يعني انا تلوقتي معي خمسه ومعي ثلاثه لما ااخد ثلاثه منهم ااخد ثلاثه هشيل الثلاثه هتبقى معاية いい خمسه طيب يبقى الخمسه دي هادف علىها كام هادف فمضغة لتمانية هيدو فعلها الثلاثة نفس الكلام هو عايز يوضحني من هنا ان انا لولا عملية تجمع مش هعرف اوصل لعملية الطرف يعني انا لو هنا الخمسة زاء الثلاثة لولا للاثنين دولة تجمعوا مع بعض الدولي ثمانية ما كنتش هعرف اطرح من الثمانية الثلاثة عشان يطلعلي خمسة ودي اول ثلاث بطاقات موجودة في البيت الاول طيب نيجي للبيت الثاني هنشوف ثلاث بطاقات تانيين وايه الاركام اللي موجودين فيهم اول بطاقة عند البطاقة الزرعة دي فيها اربعة نحط هنا اربعة طيب والبطاقة التانية البطاقة الصفرة فيها تسعة يبقى نحط هنا تسعة والبطاقة التالتة اللي هي مجموعة لاثنين مع بعض تلتاشر يبقى نحط هنا الخضرة تلتاشر هنعمل ايه بالتلت ارقام دول هنحطهم هنا برضو نيجي في الخانة دي عندي رقم زايد رقم طب هو انا اللي ينفع احطه ينفع احط هنا تلتاشر زايد الاربعة يسوي تسعة لا طبعا هتطلع غلط طب ينفع احط هنا مثلا التلتاشر زايد الاربعة اه او التلتاشر زايد التسعة يطلع لي اربعة برضو غلط طب نعمل ايه الطبيعي ان احنا عندنا لما يكونوا رقمين صغيرين هم اللي هيطلعوني الناتج اكبر يعني عندي التسعة زايد الاربعة هيديني الناتج تلتاشر هنجي هنا طب ده معانا ايه طيب هو هنا احنا عايز يقول لي ان انا لما احط الاربعة زايد التسعة الناتج تلتاشر برضو طب هنا طرح نعمله ازاي ده ينفع اقول له تسعة ناقص اربعة يديني تلتاشر او اربعة ناقص تسعة يديني تلتاشر مش هينفع خالص او تلتاشر مثلا ناقص اه تسعة هيطلع لي كامل مرة دي لما اقول له تلتاشر ناخد منها التسعة هيديني اربعة طيب احنا هنا 13 هناخد منها الا اربعة هيتبقى كان تسعة طيب هو انا بحسبهم ازاي ازاي بطلع اصلا الناتج دي يعني 13 اخد منها تسعة اربعة احسبها ازاي انا عشان احسب عملية انا ببدأ من الرقم الصغير طيب 13 هاخد منها تسعة يعني هيا يبدأ من الصغير يعني انا عندي تسعة الصغيرة مش التلاتاشر بعد التسعة أو العشرة 11 12 13 أفضل عد من بعد الرقم الصغير لغاية ما وصل للرقم الثاني اللي هو الأكبر اللي معايا طلع لي الناتج أربعة يبقى هنا نكتب أربعة طب التلتاشر لما أخد منها أربعة هيطلع له الناتج كام برضو هبدأ من بعد الرقم الصغير ما ينفعش أقوله أخد من الرقم اللي بعده بعد الاربعة 5 6 7 8 9 10 11 12 13 يبقى الناتج معايا تسعة يطلع لي هنا في الناتج تسعة إحنا كده فهمنا طريقة البطاقات وهو عايز يوصل للإيه معنا بطاقات تانية علشان عندنا بيتين تانيين لازم نكونهم إحنا جبنا التلت بطاقات دولة معايا فهنحطهم مكانهم هنا يعني عندي البطاقة الصفرة دي خمسة وعندي البطاقة الزرقى دي هي كده هي سبعة وعندي البطاقة الخضرة دي 12 أنا بقى عايزاكم تحطولي كل رقم في الخانة المناسبة لي ونعمل عملية الجمع ونعمل عملية الطرح ونشوف الناتج يطرى بتاعك هيطلع صحة ولا غلط وفي البيت الرابع عايزاكم بقى تجيبوا أرقام من عندكم إحنا هنا معنا الكلام إن أنا بجيب رقمين واجيب المجموع بتاعهم لازم يكون في رقم في الخانة الصفرة ورقم تاني في الخانة الزرقى لما اجمعهم على بعض الناتج أحطه في الخانة الخضرة ووظفهم مكانهم هنا واشوف الحلة هيبقى شكله عامل ازاي زي ما أنا عملت هنا كده ونربط بين عملية الجمع وعملية الطرح وإحنا كده فهمنا إن ما ينفعش أستخدم عملية الطرح إلا لما يكون فاهم عملية الجمع إحنا عندنا المسألة دي أهو كتبت لكم الأرقام ساعدتكم فيها وإنتوا كملوها والمسألة دي فكروا إنتوا مع نفسكم وهتولي أرقام وحلوا المسألة وعادي أشوف حلها إن شاء الله يبقى صح زي ما حلينا المسائل اللي قبلها